موسيقى حينما يضم السجن آلاف السجناء بينهم كوادر وقيادات ونشطاء وشباب وصغار ونساء فهذا يعني أن هذا السجن أريد له أن يكون قبرا للنشاط والحراك إلا أن المعادلة ارتدت على عقابها وانقلب السحر على مشعودها وبات السجن مرجلا لإشعال النشاط ومنذ رسالة الشهيد عباس السميع التاريخية إلى إضرابات السجناء الفاعلة مرورا بالحراك الثوري في قعر السجن ترسم شيء من وعي الثورة الناضج بالتفاعل المهيبي مع الأسرى القابعين فيه وهذا أثر تباعا على الإقليم حيث تعملت قناة الجزيرة الفضائية ببث مباشر إلى مؤتمر لمنظمات حقوقية عقد في بيروت عن سجن جو مما دعى وزير الخارجية الخليفي خالد الخليفة إلى الزعيق معقبا على تويتر باعتبار أن ذلك شأنا داخليا وموافقا للمعايير الدولية بل وهاجم قطر بألدع العبارات والسبب سجن جو فمن يسجن من؟ لن يقف الأمر عند هذا الحد فسجن جو أراده الخليفيون مقبرة للنشاط لكنه بات وقودا حقيقيا يغذي الميادين بالمسؤولية والتوقد ويرسم معادلة مفادها ليس شعاراتنا أحلام رغم كل القمع والقتل والسحل ولا يزال الشهيد السميع يكتب رسائله للثوار أن وعد الله قادم بعزمكم وإصراركم واستمراركم على نهج الحق ومقارعة الظلم الذي لا بد من الشعب كل الشعب أن يحصد تمار هذه التضحيات وهذا ما أربك وزارة الداخلية الخليفية أصدرت بيانا منتصب الشهر الجاري نفت فيه الانتهاكات الفضيعة التي ترتكبها لكن أحدا ما لم يصدقها إلا الموتورون القلة في هذه السجون التي يشرف على إدارتها ويشرف على إدارة غرف الموت وزير الداخلية عضو مجلس الدفاع الأعلى في التفنن في ارتكاب التجاوزات وممارسات التعذيب